دخلت بريطانيا المرحلة الثانية من استجابة الحكومة لتخفيف تداعيات إجراء الحد من انتشار وباء كورونا على اقتصاد البلاد عبر خطة إنعاش إضافية بقيمة 30 مليار جنيه سرليني الخطة تم تخصيصها هذه المرة لدعم اتجاهات محددة شملت تخفيض ضريبة القيمة المضافة بنسبة 15% على البضائع والخدمات في قطاع الضيافة لكن الأهم هو الدعم الموجه للشباب سعي الحكومة لتخفيف أثر الوباء السلبي على الاقتصاد جاء بعد تحقيق أرقام قياسية فيما يتعلق بإجمالي نتج المحلي الذي تراجع بأكثر من 25% في مارس وإبري وتوقعت صندوق النقد بتسجين انكماش يتجاوز 10% هذا العام جهود بريطانية يرى فيها الخبراء بأن نتائجها بعيدة المنال وقد حذرت وكالة موديز من أن المملكة المتحدة ستعاني من أشد تراجع اقتصادي مقارنة بالاقتصادات الكبرى الأخرى خلال 2020 وأن خطة الإنقاذ ستضيف مزيدا من الضغوط على المركز المالي للبلاد وبدوره توقع مركز الاقتصاد وبحوث الأعمال CIBR أن الاقتصاد البريطاني لن يعود إلى مستوياته السابقة للوباء قبل عام 2024 تداعيات كورونا ليست الملف الوحيد الذي تواجهه بريطانيا فاستمرار الضبابية المحيطة بالخروج من الاتحاد الأوروبي تفاقم من الأزمة التي يواجهها الاقتصاد ترجمة نانسي قنقر